السلام عليكم أهلا وسهلا فيك معك سائد يونس أصحاب الشخصية الحساسة ممكن المجتمع ينظر لهم أنهم أشخاص ضعفاء وحتى في أحيان ممكن نعتبر أن الشخصية الحساسة بحد ذاتها هي نقطة ضعف ولكن اليوم رح نثبت العكس رح نحكي اليوم عن مجموعة من نقاط القوة اللي موجودة فقط وحصريا لدى أصحاب الشخصية الحساسة يلا نبلش أهلا وسهلا فيك من جديد قبل ما نتابع بنقاط القوة اللي رح نحكي عنها اليوم في معلومة صغيرة بهمة جدا نذكرها في بداية حلقتنا لما نتحدث عن الشخصية الحساسة شو أكثر صفتين موجودات عند أصحاب الشخصية الحساسة أو شو أكثر صفتين موجودات عند الشخص اللي بيخلوه حساسة زيادة عن اللزوم هما ببساطة الشعور والتفكير يعني هذا الشخص عنده مشاعر مرهفة بيحس بشكل أكبر بالمحيط وبالناس من حوله ويفكر أكثر في المواقف والمشاعر اللي هو بيحس فيها لا تنسى مشاعر وأفكار وهدولا مع بعض لما ندمجهم ونعرف نستخدمهم صح رح يعطونا مجموعة مدهشة جدا جدا من نقاط القوة اللي بيوم الأيام الناس كانوا يعتبروا هدول الأشخاص ضعيفين لكن اليوم إحنا رح نثبت أنه بالعكس عندهم سوبر باورز قوة خارقة تفوق أصحاب الشخصية اللي يعتبروا حالهم هم أقوية اللي هم مش أصحاب الشخصية الحساسة ولذلك بتكون عندنا النقطة الأولى نقطة القوة الأولى اللي موجودة عند أصحاب الشخصية الحساسة أنه أصحاب الشخصية الحساسة لديهم قدرة مدهشة على قراءة الناس والتقاط الإشارات الخفية هدول الناس الحساسين بيقدروا يقرأوا الأشخاص بشكل متعمق أكثر لأنه عندهم الحس مرهف والتفكير شغال بشكل مستمر فهو قادر أنه يقرأ الناس يعرف هذا الشخص بقدر أثق فيه أو لا هذا الشخص صادق ولا قاعد بيلعب بذيله هلا هذه هي نقطة قوة لو أنت من الشخصيات الحساسة وعندك هذا النوع من القراءة والحدث والتقاط الإشارات عندك الرادار قوي جدا هاي نقطة قوة لكن أنت بدك تعرف استخدمها صح لأنه وين بتصير عنا المشكلة لما ننجرف كثيرا وراء هذا الموضوع ونصير كثير قاعدين منفكر بالناس من حولنا وكثير قاعدين منحاول نأمن حالنا أو منحاول أنه ما نتعرض للأذى فمنصير شكاكين زيادة عن اللزوم أو ممكن هذا يقودنا إلى درجة أنه إحنا منشك بالكل وعندنا خوف من أنه ندخل في أي علاقة أو أي صداقة جديدة لأنه إحنا فهمين الناس شوي أعمق من باقية الأشخاص اللي موجودين معنا فهاي قوة عظيمة إذا أنت حطيت لها حدود وعرفت تسيطر عليها صح ألا هي الفكرة أنه أنت بتكون بتحاول تحمي نفسك لأنك أنت تبتعد عن الأشخاص أو تبعد نفسك عن احتمالية الأذى من الأشخاص لأنك أنت فاهم أشياء يمكن الناس عاديين مش قادرين يفهموها أو مش قادرين يشوفوها فالخلاصة فيما يتعلق بهذه النقطة أنك أنت ما تخلي موضوع حماية نفسك الزائدة عن اللزوم تبعدك عن الناس أو تعزلك عنهم يعني خلي عندك توازن وخليك واعي وخلي هاي قوة عندك رائعة لقراءة الناس ولكن خليها ضمن حدود معينة وخليك أنت المسيطر عليها مش هي المسيطرة عليك نقطة القوة الثانية لدى الأشخاص أصحاب الشخصية الحساسة هي أنهم دائما يضيفون المزيد من الروعة والجمال للعالم من حولنا وأنا مش قاعد بمدحهم بالمناسبة هذا شيء حقيقي وواقعي موجود فيهم ببساطة لأن أصحاب الشخصية الحساسة هم الناس اللي دائما بيكونوا مهتمين في المجالات الإبداعية مثل الفن والثقافة والشعر والرسم والأذب والموسيقى هذه المجالات اللي هي تنهض فكريا وثقافيا بالمجتمع بتلاقيهم هم الشعراء الفنانين الرسامين الناس أصحاب الحس المرهف هذا شيء رائع بالمناسبة لأنه أنت إنسان حسك مرهف فبيكون عندك هذا الإحساس الزائد وهذا الإبداع الزائد المتدفق فلو عندك هواية أو عندك اهتمام في مجال من المجالات الإبداعية لا تتجاهله نميه وأعطيه من التركيز والطاقة من عارف يمكن أنت تكون الشخص المبدع المعروف عالميا القادم النقطة الثالثة وهي نقطة قوة رهيبة وعظيمة جدا لدى أصحاب الشخصية الحساسة هي أنهم يقدرون الأشياء البسيطة في الحياة دائما بتلاقي الإنسان الحساس إنسان مع نفسه بيحب يجلس مع نفسه فترة طويلة أشياء بسيطة ممكن تبسطه ممكن مثلا يطلع نزهة في الخارج مثلا هيك يطلع على السماء ممكن عصفور ممكن طفل صغير ممكن أشياء بسيطة فنجان قهوة بسيط كاسة شاي بسيطة تسعده يعني الشخص من هذا النوع مش محتاج أمور كثير معقدة عشان يكون مبسوط في حياته وهاي نقطة في غاية الرواة إنه أنت بإمكانك تكون سعيد في أي مكان وينما كنت ومع نفسك مش محتاج تعقيدات كثيرة من تعقيداتها الحياة المعاصرة عشان تكون سعيد في ناس ثق تماما إنهم بيحسدوك على هذا هم نفسهم يكونوا مرتاحين وسعداء بس مش عارفين لأنهم ما تعودوا يقدروا الأشياء البسيطة في الحياة فهذه موجودة عندك لا تفقدها بالعكس تمسك بها ونميها قد ما تقدر أكيد متابعين يا صديقي ولكن قبل ما ننتقل للنقطة التالية حبيت أدخل بهذه الرسالة السريعة وأحكي لك إنه صار الآن عنا جاهز الدليل العملي للتعامل مع الشخصيات المختلفة دليل تطبيقي بيعطيك نصائح ومعلومات مهمة جدا كيف أنت تتعامل مع الشخصيات المختلفة كل نوع وكيف هي الطريقة الأنسب والأفضل للتعامل معه لو أنت مهتم بهذا الموضوع بإمكانك تحصل على هذا الدليل مجانا من موقعنا الإلكتروني وحتلاقي الرابط أكيد موجود في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو وعلى الأغلب يظهر الآن أمامك على الشاشة بعد ما تخلص هذه الحلقة بإمكانك تضغط على الرابط وتروح على الموقع تحمل نسختك المجانية من الدليل العملي للتعامل مع الشخصيات بذكاء والآن يلا انتبع أيضا من نقاط القوة العظيمة لدى أصحاب الشخصية الحساسة لأنه عندهم الحس مرهف والتفكير مستمر لديهم القدرة على رؤية الأضماط ما بين الظواهر المختلفة والأشياء المتباعدة اللي ناس اللي عاديين مش بالسهولة بيربطوا بين هاي الأشياء أو هاي الظواهر هذا إيش معناته؟ معناته أنه عندهم القدرة على ابتكار حلول مبتكرة للمشكلات أنهم يطلعوا بمنتجات مبتكرة اختراعات أشياء شركات منتجات تحل مشاكل كثيرة لدى الناس لأنهم قادرين يشوفوا الأنماط أيضا عندهم القدرة على رؤية أو استشراف المستقبل أنه يتنبأ بالمستقبل مش علم غيب لكن هو قاعد بيشوف أنماط معينة ويتوقع أشياء بناء على هذه القراءات اللي هو حاسها وعم بيفكر فيها لكن الناس اللي حوالي مش شايفينها ولذلك حتلاقيهم مبدعين في مجالات التخطيط في مجالات المستقبل الاختراعات مجالات الذكاء الاصطناعي مجالات أي مجالات حتى مجالات التأريف والرواية اللي فيها الخيال العلمي والأدب المستقبلي دائما بتلاقي هذا الشخص من الناس الحساسين اللي عندهم الحس مرهف والذكاء مرتفع النقطة اللي راح نحكي عنها الآن ممكن الناس يفكروها أنها هي نقطة ضعف ولكن تابع معي وإحنا نشرح ركز فيها منيح عشان تكتشف قديش هي نقطة قوة موجودة عند أصحاب الشخصية الحساسة بتحكي لك هاي النقطة أنه أصحاب الشخصية الحساسة عندهم تحمل قليل للألم يعني هما ما بيتحملوا الألم وبينزعجوا من المواقف اللي فيها ألم مواقف اللي فيها ملال مواقف اللي فيها الضغط ما بيحبوها بيتوتروا منها وينزعجوا منها الآن للوهلة الأولى النظرة السطحية بتقول لك هاي نقطة ضعف يعني لازم أنت خصوصا إذا كنت رجل لازم تكون عندك تحمل لازم تتحمل استرجل زي ما بيحكوا لكن لما تفكر في موضوع بعمق أكبر حتلاقي أنه هذا النوع من الناس وجود تحمل قليل للألم بحد ذاته حيكون دافع ومحفز لهم أنهم يبحثوا عن حلول يبحثوا عن بدائل يبحثوا عن طرق جديدة لو هذا الإنسان المتألم في وظيفته منزعج ومش طايق وظيفته هذا الإنزعاج لأنه مش متعود أن يتحمل كثير الألم لأنه حساسة حيشعر أنه الألم هذا كثير زيادة عن اللزوم فهذا بحد ذاته رح يكون دافع إلو أنه ممكن يفتح شركته الخاصة ممكن يدور على حلول أخرى ممكن يدخل في مجالات أخرى ممكن يلاقي وظيفة أخرى بسهولة هذا هو حافز بحد ذاته مش مشكلة يعني أنت إذا بدك يكون مشكلة حيكون مشكلة لكن إذا نظرت له بطريقة مبتكرة حيكون هاي المشكلة بحد ذاتها نقطة قوة عظيمة جدا عندك بإمكانك تستخدمها لصالحك مش ضدك والنقطة السادسة واللي حنختم فيها حوارنا اليوم هي أن الأشخاص أصحاب الشخصية الحساسة عندهم القدرة الرائعة على التعبير عن مشاعرهم بصدق هذول أشخاص صادقين لو أنه منزعج بتحس عليه ما بيخبي مش متعود أنه هو يخبي أو ينافق إذا كان قاعد في اجتماع ومش عاجب والموضوع كثير مزعج حيبين عليه ولو سألته هيحكي لك بصدق هيحكي لك عن مشاعره يمكن المجتمع بيبلش يعلم هذول الناس أنهم يخفوا مشاعرهم خصوصا الذكورة رجال بيبلش يعلموا لا أنت مش مفروض أنك أنت تكون هيك فبيبدأ يحط أقنعة وأقنعة لكن نصيحتي إليك أنه أنت ما تخجل من حقيقتك وإنت ما تخجلي من حقيقتك أنت رب العالمين أعطاك أشياء رائعة موجودة عندك ميزك فيها عن غيرك من الناس استمتع فيها واستثمرها في الخير واستثمرها في نجاحك وفي سعادتك وفي تقدمك في الحياة تتابعتنا لغاية هذه اللحظة فهل أنت بتعتبر نفسك من الشخصيات الحساسة نعم أو لا اكتب لي في التعليقات وأيضا لو أنت من الناس الحساسين أو بتعرف شخص حساس في حياتك ممكن صديق أو قريب هل النقاط اللي ذكرناها اليوم قريبة على الوصف الواقعي لهذا الشخص هل فعلا وجدت أنه في نقاط حكيناها توصف هذا الشخص لأي درجة وكم نقطة من النقاط الخمسة أو الست اللي حكيناها اليوم فعلا كانت أصابت الواقع من وجهة نظرك واكتب لنا رأيك في التعليقات ولو عندك اهتمام تنمي ثقتك بنفسك بشكل أكبر وتطور شخصيتك أكثر وأكثر رح تلاقي الآن قائمة تشغيلية بأرواع وأجمل فيديوهات عن هذا الموضوع اللي حكينا عنهم هنا في القناة فاضغط عليها استمتع لمشاهدتها وبشوفك هناك السلام عليكم ساعد يورس